ورحبا بيكم عظيم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وانا حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء الأول وبعد ما شفنا حالة الخصمين في معركة أين الله هنبدأ ننقل وقاعة هذه المعركة وأهم كلمة في هذه المعركة واللي بتعتبر الأساس فيها كلمة أين أين سؤال عن المكان يعني لو واحد بيسألك أين أنت استحالها تقوله أنا دلوقتي بتغدى هتقوله أنا في القاهرة أو أنا في اسكندرية يعني الجواب لازم يكون مكان ولما أي حد يسألك أين الله فالجواب لازم يكون إيه يكون مكان نشوف الأشعارة بيقولوا إيه عن المكان في حق الله أول مرجع نشوف سهيل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وجه يوم إذن ناظرة إلا ربها ناظرة يقول لنا كده الحافظ ابن حجر وقوله فأستأذن على ربي في داره فيأذن لي عليه قال الخطابي هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك نرحز قال إيه ابن حجر في الشرح عن فأستأذن على ربي في داره فيأذن لي عليه هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك الحديث طبعا مفيش أن الله في مكان لكن ابن حجر طبعا بينقل عن الخطاب لأنه بيوافقه قال هذا يوهم المكان يعني الواحد لما يسمع الحديث ده ممكن يتصور ان الله في المكان عشان كده ختم ابن حجر شرحه بجملة وقال والله منزح عن المكان طالما الله منزح عن المكان عند اهل السنة السادة الاشاعرة يبقى هل نسألهم هل يجوز اني اسأل السؤال ده اين الله ونسأل المفتي الدكتور علي جمعة اين الله ونسمع الجواب في الفيديو اللي جاي اين كان الله قبل ان تخلط الدنيا هو اصل الله ليس له مكان لانه ليس مكين وليس له ظرف يحيط به حتى نسأل عنه بأي انما الله خلق المكان وكان قبل المكان وهو اليوم على ما عليه كان اذا فالله خارج الزمان والمكان ولما خلق الزمان والمكان كان على ما عليه كان يعني قبل الزمان والمكان ولذلك لا يسأل عنه بمتى ولا يسأل عنه بأين لانه مخالف للكائنات بل هو المكون وزي ما شوفنا الدكتور علي جمعة بيقول ان الله ليس له مكان لانه ليس مكين وليس له ظرف يحيط به فما نقدرش نسأل عنه بأينا لان الله خلق المكان وكان قبل المكان وهو على ما عليه كان وهو خارج الزمان والمكان فلا يسأل عنه بأينا ولا متى ونشوف الشيخ الوهابي الغنيمان وهو بيشرح معنا كلام المفتي علي جمعة في نفس الوقت وبيكشف لنا ان الجواب المفتي علي جمعة وهو قوله هو قوله طبعا ده احد ائمة او احد كبار ائمة الاشعار هو الجويني ونسمع او نشوف الفيديو اللي جاي مع بعض يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان شو معنى هذا الكلام كان الجويني امام هؤلاء يسمون الجويني امام الحرمين لانه جاور في مكة وجاورة وجاورة في المدينة وكان يوضع له كرسي في مسجد الرسولي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه يتكلم في ايش الباطل في تقرير العقائد الباطلة وجاء الى هذا المسألة وقال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان عنده رجل من أهل السنة فقام أمامه فقال دعني من هذا كان ولا مكان دعني منه ولكن اخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت وكل من قال يا الله يجد دافع يدفعه أنه يطلب ربه من فوق ما يطلبه يمين ولا شمال ولا تحد كيف ادفع هذه الضروع تاو صدق بكلامك فوضع رأسه يدعى رأسه وصار يبكي ونزل قال حيرني الرجل حيرني يا عجب يتعلم ستين سنة ثم يتحير من كلمة حار يدله على أيش هذا يدله على أن الأساس فاسد الأساس فاسد المبني عليه وشوفنا الشيخ الغنايمان بينقل كلام الأشعار وهم بيقولوا كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان ويقولوا الكلام ده مش من القرآن ولا من السنة ولكن من كلام أحد أئمة الأشعارة اسمه الجويني كان لي كرسي في مسجد الرسول وكان بيعلم العقائد البطلة وجاء إلى هذه المسئلة وقال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل الخلق فرح واحد سأل الجويني وقال له أنا مش عاوز كان قبل المكان والكلام ده لكن أسألك ليه لما الواحد لما يحس أنه محتاج ربنا يطلب ربنا من فوق يعني يرفع إيده وهو بيضي يا الله فرح اتلخبط الشيخ الجويني وقعد يبكي وقال حيرني الرجل فالشيخ الغنايمان بيقول أن الجويني احتار من سؤال زي ده مع أنه كان دار ستين سنة يعني أن الأساس هذه العقيدة فاسدة العقيدة اللي فيها ما تقدرش تسأل عن الله بأين زي ما نشوف الشيخ الشعراوي برضو وهو بيأكل لنا كلام المفتي على الجمعة ونشوف الشعراوي مع بعض في الفيديو اللي جاي هيجاوب بإيه على سؤالنا هل يجوز نسأل أين الله نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي مثلا يقولك أي نجد الله متى يا شيخ متى وأين دي ما تجيش بالنسبة لنا في جنيه بالنسبة لك انت متى وليدت وأين عشت وانشأت ليه لأنه متى وأين متى زمان قالنا مكان الزمان والمكان ده ظرف للحبث ظرف للإيه يبقى الشيء الحبث هو اللي يبقى له زمان أنا شربت مدام حصل حدث الشرب ده يبقى له زمان لكن هبقى مني لم أشرب أن يكونوا في الشرب ونقول له أين شربت أنا ما شربتش يبقى في الزمان يبقى في مكان ما دام الله ليس حدثا فليس متعلق به زمان ومكان لأن الزمان والمكان نشأ لما أحدث هو كودة يبقى يجب الزمان يبقى لا تقل متى لأن متى به خلقت به ولا تقل أين أين خلقت به وزي ما شفنا بيقول مثلا يقول لك أين يوجد الله نقول له متى وأين يا شيخ ما تجيش بالنسبة لله تيجي بالنسبة لك وزي ما شفنا الشيخ الشعراوي بيقول لو واحد تسألك أين الله تقول له متى وأين ما تجيش بالنسبة لله ودي ممكن تيجي بالنسبة ليا وليك لأن الزمان والمكان ظرف حدث والحادث يكون له ظرف زمان والمكان والله ليس حادث يبقى غير متعلق بالزمان والمكان ده الزمان والمكان من خلق الله إذن لا تقل متى لأن متى خلقت به ولا تقل أين لأن أين خلقت به ونسأل المفتع لجمعة إزاي الرسول اللي هو أعلى من ناس بقى الله سأل الجارية أين الله فلو كان لا يجوز السؤال عن الله بأين كان الرسول هيقول للجارية لا يجوز السؤال عن الله بأين ومتى لأن الزمان والمكان من خلق الله وأنا برضو وضحت لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت من ابن حجر ألف تعليق على حديث الجارية في صحيح بغير كتاب التوحيد بقول الله تبارك وتعالى قل إدوى الله أو إدوى الرحمن أيما تدو فله الأسماء الحسنة بيقول كده الحفظ بن حجر ولو قال من ينسب إلى التشتيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك إلا إن كان عميا ولا يفقح معنى التشتيم فيكتفى منه بذلك كما في قصة الجارية التي سألها النبي أنت مؤمنة فقالت نعم فقال أين الله فقالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة وهو حديث صحيح أخرجه مسلم يعني يقول ابن حجر إن السؤال عن الله بأين لا يجوز ولكن لأن الجارية عمية لا تفقح معنى التشتيم يعني ما تقصصش إنها تجسم الله فالرسول اكتفى منها بهذا الجواب مش لأن السؤال عن الله بأين جائز دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا بحلقة النهاردة ابن حجر لما جاي يشرح حديث فأستأذن على ربي في داره فيأذن لي عليه استشهد بقول الخطاب هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك والدكتور علي جمعة بيقول إن الله ليس له مكان فما نقدرش نسأل عنه بأين لأن الله خلق المكان وكان قبل المكان وهو على ما عليه كان وهو خارج الزمن والمكان فلا يسأل عنه بأين ولا متى وشفنا الشيخ الهنايمان وهو برضو الشيخ وهابي وقال إن فيه واحد سأل الجويني وقال له أنا مش عاوز كان قبل المكان والكلام ده لكن أنا أسألك سؤال واحد لما يحس سؤال واحد لما الواحد يحس إنه محتاج ربنا ويطلب ربنا من فوق يعني بيرفع إيده وهو يدعو الله فطلع بأة الشيخ الجويني وبكى وقال حيرني الرجل وبعدها شفنا الشيخ الشعراوي قال لا تقول متى لأن متى خلقت به ولا تقول أين لأن أين خلقت به وابن حجر قال إن السؤال عن الله بأين لا يجوز ولكن لأن الجارية عمية لا تفقه معنى التجسيم يعني ما تقصدش إنها تجسم الله فالرسول اكتفى منها بهذا الجواب مش لأن السؤال عن الله بأين جائز وخلوني ألتقي بكم في الحلقة القادمة ونستكمل مع بعض الجزء الثاني من معركة أين الله وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أحبا نقبل بعقل وأن يرد بعقل وأن ينكر بعقل يبقى الجنة يبقى أولعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر